الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح التاسع من فبراير طبعاً نتمنى من حضرتكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية لدينا تطورات هامة وطبعاً معلومات أكثر وأكثر حول الوضع في الميدان سنبدأ مباشرة من خبر إقالة الرئيس الأوكراني لقاعد القوات الأوكرانية وتعيين سيرسكي بدلاً منه طبعاً سيرسكي يأتي في وقت صعب حيث تواصل القوات الروسية التقدم في أفدييفكا طبعاً سأتحدث عن الأمر بالتفصيل لذلك رجعاً شاهدوا الفيديو حتى النهاية في أفدييفكا استطاعت القوات الروسية التقدم وتوسيع سيطرتها في هذه المنطقة هنا كما تشاهدون هذه المنطقة بلون الزهري سيطرت القوات الروسية عليها وثبتت مواقع لها طبعاً تحتوي هذه المنطقة على عدة مواقع هامة يمكن للقوات الروسية أن تنطلق من هجمات انطلاقاً منها باتجاه المنطقة الصناعية وطبعاً تحاول القوات الروسية الوصول إلى هذا الطريق هنا كما تشاهدون هذا الطريق 02542 تحاول الوصول إليه وقطع خطوط الإنداد نهائياً للقوات الأوكرانية من هذا الاتجاه فيما تحاول القوات الروسية مجموعات أخرى التقدم والسيطرة على هذه المواقع لإضافة مزيد من المساحات لسيطرتها وكي تكون منطقة العزل بين المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية كبيرة جداً على هذا النحو تحاول أن تقوم بها القوات الروسية وبالتالي كما أشرت في وقتاً سابق القوات الأوكرانية ستكون مضطرة للانسحاب من كامل هذه المناطق عبر الحقول المفتوحة والواسعة والمكشوفة للطيران الروسي وللمدفعية الروسية وبالتالي ستكون مصيدة بالنسبة لهم لذلك ضغط كبير من قوات القوات الروسية شرحت بالأمس حول بعض التشكيلات التي موجودة في المنطقة الصناعية هنا كما تشاهدون الألوية 47 110 129 116 اللواء الأول طبعاً أحباء يوجد مدفعية كثيرة مدفعية لواء 53 تحاول هذه المجموعة هنا الصمود قدر الإمكان إضافة إلى المجموعات الأوكرانية الموجودة في الجزء الجنوبي من أفديفكا طبعاً في الجزء الجنوبي من أفديفكا استطاعت القوات الروسية شرق أوبيتني التقدم على طول هذا الطريق والسيطرة على طريق رئيسي توسيع نقاط توسيع سهيتاراتها في عدد من النقاط التي تصل إلى حتى منطقة الدفاع الجوي وهذا المعسكر للتذكير يوجد نفق يمد القوات الأوكرانية بالقوات وبالإمدادات انطلاقاً من الضحية التاسعة وصولاً إلى هذه النقاط التي تدعج بها القوات الأوكرانية وبالتالي تعمل القوات الروسية لعدة أمور كما أشارنا في وقت سابق الضغط لإغلاق هذه المنطقة هذا هو منفذ الإمداد الوحيد وبالتالي لن تصل الإمدادات الأوكرانية إلى هنا لن تصل أبداً وثم لاحقاً لن تصل القوات الأوكرانية إلى هذه المنطقة إضافة إلى ذلك تعمل القوات الروسية على التطويق كامل هذه المنطقة والسيطرة عليها وإخضاعها لسيطرتها أما فيما يتعلق أحبائي بموضوع الجهة الشرقية من أفديفكا تتواصل المعارك ماذا لهذا التل منطقة رمادية لا يخضع لسيطرت أحد ولكن المجموعات الروسية المهاجمة بشكل رئيسي هي اللواء 30 اللواء 114 واللواء 15 إضافة إلى مجموعات أخرى ماذا الآن بعد تعيين قائد جديد القوات الأوكرانية طبعاً القائد الجديد القوات الأوكرانية أتى ويحمل همًا كبيرًا يحمل عبءًا كبيرًا أفديفكا تنهار ولكن ما الذي قد يفعله التجمع الأوكراني القوات الأوكرانية في أفديفكا كبير جداً أحبائي وهو ما تميزه هذه الخريطة التي أعرضها عن بقية ما تشاهدونه حول العالم طبعاً يوجدون تشكيلات كثيرة للقوات الأوكرانية كما تشاهدون إضافة إلى هذه الكتائب هذه الأرقام الألوية إضافة مجموعات في الجهة الشمالية الغربية وطبعاً مجموعة المنطقة الصناعية إضافة إلى مجموعة في المنطقة الجنوبية التي تحمي توريكني وزفيرني إذن يمكن للقوات الأوكرانية للقائد الجديد أن يحاول شن وجوم مضاد انطلاقاً من الشمال وهو ما كانت تحاول فعله دائماً القوات الأوكرانية في عهد زالوجني ولكن الفارق بسيط أن الحرب عبارة عن خضعة ومفاجآت لذلك استقدمت القوات الروسية في الفترات الماضية العديد من التشكيلات العسكرية عززت مواقع لها عززت مجموعاتها قواتها الضاربة في هذه المنطقة في محاولة لمنع حصول ذلك لذلك أين يمكن أن قد تحصل هذه الهجمات في حال أراد سيرسكي القيام بهجمات وكسر الحصار حول أفدييفكا وأبعاد الروس عنها أو تأخير كما قلنا في وقتاً سابق تأخير هذا الهجوم والتقدم ريتما ينتهي الإعداد من بناء الخطوط الدفاعية في هذه المناطق فبوكروفاسكيا تعد أهم المدن الأوكرانية لإرسال المساعدات إلى هذه المناطق ثم لاحقاً تأتي إلى أورليفكا والأورليفكا لكستوكشينيا ثم أفدييفكا هذا هو واقع حل إمدادات الأوكرانية وبالتالي نشهد عملية ربما قد نشهد عملية أوكرانية في محاولة لكسر هذا الحصار قد تكون في محاول أخرى لا أحد يدري لا أحد يعلم ولكن ما أحاول قوله هو أن هناك كتلة ضخمة من القوات الأوكرانية نعم جزء كبير منها تعرض للاستنزاع في نتيجة الهجمات والضغط الروسي وجزء أكبر موجود ضمن منطقة تحت سيطرة نارية روسية وبالتالي لن يستطيع استخدامه بسؤولة سوى ضمن أفدييفكا نفسها وليس خارجها وأعيد التذكير أحبائي المجموعة الأوكرانية الموجودة هنا ليس لديها صلة مباشرة مع المجموعة الموجودة في هذه المنطقة تحتاج القوات الأوكرانية للوصول إلى أورليفكا ولحقا إلى المنطقة الصناعية وبالتالي ليس هناك أي اتصال مباشر بين الاثنين في هذه المنطقة بشكل مباشر أما فيما يتعلق أحبائي باتجاه نوفامو خليفكا فالقوات الروسية تواصل شن هجماتها في عددا من المدن كما قلت لكم لا تركزوا فقط على أفدييفكا القوات الروسية تشن هجوما على طول هذا المحور في محاولة منها للوصول إلى آخر مقاطعة دانياتس وطبعا السيطرة على خط الإمداد باتجاه محور جنوب دانياتس لذلك القوات الروسية تواصل جماتها في اتجاه نوفامو خليفكا وتحاول التقدم في الأجزاء الشرقية سيطرت الكوات الروسية على هذه المنطقة هنا في الأجزاء الشمالية الشرقية كوات اللواء 55 بحرية روسية هي منطقة حم معروفة بمهاراتها لذلك هذا ما يهم في عرض التشكيلات العسكرية الإضافية هذه أحد أهم أمور بسببها نعرض التشكيلات العسكرية هو معرفة من يقاتل على الأرض مثلا اللواء 79 في هذه المنطقة لديه خبرة كتالية المجموعات لبيضاء لديها خبرة في التصدي عادة للقوات الروسية وبالتالي تعطينا فكرة حسنة حول ما هي طبيعة المعارك على الأرض من يخوضها هل هي معارك سهلة أم صعبة لذلك المعركة في نوفامو خليفكا صعبة حتى اللحظة لم تصدر أوامر بانسحاب القوات الأوكرانية فضلت ربما الكوات الأوكرانية حتى اللحظة أن تقاتل بما لديها من مشات من مدرعات ومن جنود ومجموعات طائرات بدون طيار السيطرة الروسية تتوسع في شرق نوفامو خليفكا وفي الجزء الجنوبي الشرقي تحاول الضغط بكامل تقلها إضافة تحاول الضغط باتجاه يوريفكا وبوبيدا هناك أهداف أيضا إضافية للقوات الروسية في هذه الاتجاهات شاهدنا في الأيام السابقة عمليات التقدم الروسية باتجاه هذه المناطق توسعت المنطقة الرمادية في هاتين المنطقتين فيما ازدادت القوات الروسية من مناطق سيطرتها في اتجاه يوريفكا كما تلاحظون القوات الروسية تتقدم على طول هذا الطريق وقد تدخل يوريفكا بشكل أفضل من الجهة الشمالية وبالتالي المعارك مستمرة وتضغط القوات الروسية بكامل تقلها في هذه المحاور أما فيما يتعلق محر بخمت فالاجتباكات مستمرة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية شمال مدينة بخمت وجنوب مدينة بخمت في الجنوب المعارك مستمرة باتجاه أندرييفكا واكتشيفكا على طول هذه المنطقة الأمر الإضافي الآخر المعارك مستمرة باتجاه بودانيفكا ولكن الأمر اللافت الآخر هو باتجاه بيلوريفكا حيث تواصل القوات الروسية عمليات الضغط باتجاه هذا الجبل هذه المنطقة حيث تتحصن القوات الأوكرانية تحاول القوات الروسية الدخول إلى هذه المنطقة انطلاقا من أدة اتجاهات ولكن لننتظر كيف سيحصل ذلك إذن أحبائي مع وجود قائد جديد القوات الأوكرانية لننتظر كيف ستسير الأمور نظرا لأن زليسكي عزل القائد القاضيين بسبب عدم وجود خطة لعام 2020 لقوات المسلحة الأوكرانية فما الذي لديه هذا القائد الجديد؟ أحبائي أريد أن أشكركم دوما على محبتكم وثقاتكم ودعمكم إضافة لا تنسوا الدعم المادي للقناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو أيضا رجاء لا تنسوا الانضمام إلى القناة تفعيل جرس الإنزار ودعوة أصدقائكم للانضمام إلينا شكرا لكم مجددا وإلى اللقاء